قلّس بنك جولدومان سيكس من احتمالية ركود الاقتصاد الأمريكي على مدار الـ 12 شهرنا المقبلة بنحو 5% إلى 20% وأشار البيان البنك إلى أن الإحصاءات الأخيرة عززت الثقة في أن خفض تضخم نحو مستويات مقبولة لن يتطلب حدوث ركود وأشار البيان إلى تراوع معدل البطالة وارتفاع ثقة المستهلك لأعلى مستوى في نحو عامين والانعكاس في الاتجاه السعودي في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية وتوقع البنك تسجيل بعض التباطؤ خلال الربعين المقبلين من العام بسبب تباطؤ نمو الدخل الشخصي الحقيقي المتاح لكن تخفيف الظروف المالية وتعافي في سوق الإسكان وطفرة المستمرة في بناء المصانع يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل النمو وإن كان بواتيرة أقل من الاتجاه العام قالت لجنة تابعة لمجموعة العشرين أن هناك حاجة إلى إنفاق مبلغ إضافي يصل إلى نحو ثلاثة تريليون دولار سنويا حتى عام 2030 من أجل الاستثمارات الإضافية في العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى وكلفت مجموعة العشرين لجنة مستقلة لاقتراح إصلاحات لبنوك التنمية متعددة الأطراف مع التركيز على زيادة التمويل لأهداف التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ وأمور أخرى ترجعت الليرة التركية أكثر من 2% مسجلة انخفاضا قياسيا جديدا مقابل الدولار وسط مخاوف من أن يرفع مجلس الاحتياطية الفيدرالية السعار الفائدة هذا الأسبوع أقل من المتوقع من قبل سجلت الليرة التركية انخفاضا قياسيا عند 26.9% مقابل الدولار متراجعة عن مستوى 26.3505% الذي سجلته عند إنهاء المعاملات أمس وتراجعت الليرة التركية 30% منذ بداية العام الجاري انخفضت أعداد الرغبين بالسفر لقضاء العطلات الصيفية في منطقة البحر المتوسط بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي يأتي ذلك في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي تشهده الدول السياحية بتلك المنطقة فيما ارتفعت أعداد الرغبين في قضاء العطلات في مناطق أكثر برودة التغير المناخي ستكون له اليد الطولة في رسم الخريطات السياحية حول العالم خلال السنوات القادمة فارتفاع درجات الحرارة في الصيف في جميع أنحاء جنوب أوروبا قد يؤدي إلى تحول دائم في العادات السياحية حيث يختار المزيد من المسافرين وجهات أكثر برودة وقد يفضلون قضاء العطلات في الربيع أو الخريف لتفادي الحرارة الشديدة وتظهر بيانات لجنة السفر الأوروبية أن عدد الأشخاص الذين يأملون في السفر إلى منطقة البحر المتوسط في الفترة من يونيو إلى نوفمبر انخفض بالفعل بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي عندما أدت تقص الحار إلى الجفاف وحرائق الغابات وفي الوقت نفسه شهدت وجهات مثل جمهورية أتشيك ودنمارك وأيرلندا وبولغاريا ارتفاعا حادا في اهتمامات السائحين وامتلأت وسائل الأعلام الأوروبية في الأسابيع الأخيرة بقصص عن نقل السياح جوا من الشواطئ الإيطالية وتعد هذه الأخبار سيئة للاقتصاد الإيطالي الذي يزدهر في مثل هذا الوقت من العام واضطرت السلطات اليونانية لإغلاق الأكروبوليس القديم في أثناء بسبب الارتفاع القياسي في درجات الحرارة لحماية السياح ولا يبقى إلا أمل الجهات المنظمة لرحلات السياحية في أن يكون هذا التحول في تفضيلات السياح مجرد تغير في حركة المرور فقط وليس امتناعا نهائيا